في أحدث جولة من العواصف المستمرة من الشهر الماضي في مناطق من الولايات المتحدة تعرضت ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأريغون إلى منخفضات جوية ترافقت مع هطل غزير للأمطار تسبب في حصول فيضانات في مجاري الأنهر فغمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي وعز خبراء الأحوال الجوية ذلك إلى نسب عالية من الرطوبة المتدفقة من منطقة المحيط الهادئ الاستوائية باتجاه السواحل الشرقية للبلاد وفي مقاطعة سكرامينتو في كاليفورنيا تصدع سد على نهر موكيلومني وتسببت السيول بأضرار في الطرق ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو خمسة آلاف شخص في إجراء احترازي من حصول فيضان آخر بمحاذاة مجرى نهر كوسومنوس وفي بورتلاند في ولاية أوريغون استيقظ السكان على ثلوج غطت شوارع وأحياء مدينتهم بلغت سمكتها 30 سنتيمترا تقريبا ما أدى إلى إغلاق معظم المدارس هناك كما اضطر عدد من المواطنين إلى ترك سياراتهم مهجورة في وسط الطرق السريعة بسبب خطورة مواصلة القيادة وكانت توقعات الأرصاد الجوية قد أشارت إلى إمكانية وصول سرعة الرياح إلى 160 كم في الساعة وفي الوقت الذي تسببت فيه الثلوج بتعطيل الحياة في ولاية أوريغون كان للزائر الأبيض وقعا طيبا على قاطني حديقة بورتلاند للحيوانات وخاصة الدباب القطبية والفقم التي وفر لها هذا التقص داخل محابسها أجواء شبيهة بتلك التي تعيشها في بيئتها الطبيعية